طيب دي كانت فكرة مبدئية يا حضرات التفاصيل بقى عند الدكتور محمود شهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية صباح الفل على حضرتك يا دكتور أهلا بيك صباح الفل يا أستاذ كريم أهلا بيك صباح الفل عليك صباح الفل يا دكتور كنت فين مبارح يا دكتور كلمناك والله أنا كنت مستني التليفون بس مش عارفش سابقك أبقى كان سابقه مش كيلة والله ما عليك عكو زيل عكو زيل بس النهاردة حظينا حلو قدرنا نسمع صوت حضرتك طبعا عايزين نعرف منك بقى يا تارى ان شاء الله المتوقع ايه في درجات الحرارة وفي الحالة الجوية العامة يعني على مدار الأيام القليل القادمة انتهاءا بالويك اند كمان يعني احنا وكاننا قالين ان هيكون فين خصادات في درجات الحرارة تبت وحد والأمور كانت فيها نصات رياح وكانت جو ولطيف شوية النهاردة الأجواء بتبدأ في الارتفاع في درجات الحرارة سواء على سبل البلاد او على جنوبها يكون ارتفاعات تدريجية حتى الهيس الأسبوع بتبدأ على القاهرة بواحد وثلاثين من النهاردة وتنتهي على القاهرة يوم السابق مع بداية الأسبوع القادم بخمسة وتلاثين وستة وتلاثين ارتفاعاتها تبقى تدريجية كده خلال الفترة اللي جاية هنلاقي صغط مشمس بشكل واضح خلال الفترات النهار بقدر الإمكان نتجنب التعرض دعشاء تشهد فترة طويلة يبدأ مع دخول الليل تنشط الرياح وتنخفض درجة الحرارة بشكل سريع ولاستشعر برضو الانخفاض الشديد في درجات الحرارة او الفرق الكبير في درجات الحرارة بين العظمى والصغرى اللي بيزيد عن 10-15 درجة يعني أسبوع نقول حار خلال فترات النهار وما بين لطيف ومائل للبرودة في فترات الليل فطبعا القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد جنوب الصعيد هنا لقص الأطوان الوادي الجديد تبدأ من نصف الأسبوع تبدأ درجات الحرارة تتجاوز إلى 40 درجة تصل إلى 41 و42 درجة في النصف أخذ 46 يعني هفرقت لا تفضل يا دكتور الساحل الشمالية يعني الأجواء إلى حد ما قالتك طبعا من دائم مقفضات الجمهورية نظرا لوجودها على الساحل تعتبر الملازلين كلنا خلال تصبت الأجازات طب إحنا الفترة اللي فاتت كنا برضو إيه يعني إلى حد ما نقدر نقول إن إحنا كنا في أجواء رابعية لكن بالنسبة بقى للدخول الرسمي للصيف بحرارته اللي غالبا بتتروح ما بين 39 وحضرتك طالع وطبعا هذاك قادرة مني بكتير هنوصل إمتى بقى للمرحلة دي تبتدي معانا إمتى اللي هي الحرارة الشديدة للمنهار إن شاء الله ستبقى مصد تاني من شهر ستة بس يعني إحنا اللي منتظرين وفعل نصد كريم واللي بنيلأ كلنا منه زيادة نسب الرطوبة هو ده العامل المؤثر اللي بيضيئنا كلنا ولو إحنا لاحظنا يوم السبت والحد رغم أن إحنا قلنا فيه مخفض في درجة الحرارة واللي وصلت إلى 28 و29 درجة إلا أن اتفاعات نسب الرطوبة ما دتناشل إحساس أن فيه انخفاض زي ما كان فيه كلام على بعض الواقع التواصل الاجتماعي والانخفاض برضو اللي قالته هيئة الأرصاد الجوية أنه يكون حوالي من 4 إلى 5 درجات حصل الانخفاض بالفعل لكن اتفاع نسب الرطوبة مع شعار 12 أو ما خلتش المواطن يستشعر الانخفاض اللي كان متوقعه مع بداية الإسبوع طبعا عندي سؤال لحضرتك دكتور محمود لو حد عايز نروح أسوان مثلا لو حد بتتكلم أن هي 41 و42 وحاجات زي كده هل ده يعني ما فيهوش مشكلة لو حد سافر ولا الصبح ما ينفعش نحن نتعرض لشمس بشكل يعني خلينا نعرف إن حضرتك برضو نصايا هو بقدر الإمكان طبعا اللي بيحاول يتجه لمقافظات الشمال أو جنوب الصعيد يكون الفترة الصبح بدري جدا قبل شتمس قبل زروة بتاعة درجة الحرارة اللي هي وقت الظاهرة أو في فترات الليل ده وقت الصفر الأنسب لأن طبعا عادة ساعات الصفر بتكون طويلة في هذه المناطق بقدر الإمكان نكون يعمل الصبح بدري جدا قبل الظهر نكون وقتين هناك أو بعد العصر نبدأ نتحرك في الفترات اللي هي بتزدق سنخفض فيها دراجة الحرارة أثناء تواجدنا هناك بقدر الإمكان ما نتعرض لشمس بفترة طويلة لأن ارتفاعات درجات الحرارة نانية شكل كبير لكن هناك نسب الرطوبة منخفضة جدا جدا فالأجواء في الأماكن الضليلة مع تشغيل بعض المراوح بتتسائل أجواء ممتعة جدا نفع شيء مشاكل شكرا نيك جدا دكتور محبور عافظ تعالف الفترة دي نس بتسافر قبل الساعة يروحوا بقى أماكن مختلفة مثلا أسوان ممكن لقصر ممكن الغرداء أنت كنت في الغرداء صح؟ يقون الأماكن دي بتبقى الفترات دي بقى الساحل الشمالي كان مهم برضو بن الطم لأن فكرة 42 وهو العادي ده هناك بس برضو هتبقى صعبة لو فيك كبار سن لو فيه أطفال يعني ده 42 دلوقتي اه ده ليس اتفرني بقى الشهر الجاي واللي بعدين شهر ثمانية ده سبحان الله أنا بكره السيف ومولودة في السيف انت مهمتش بالصيف؟ لا ألاحنا علاقة أكيد يعني مش بالضرورة انت شارك تسعى أنا تسعى بالظبط كده بس أنا يعني عموما لو الكلام ده حقيقي فهو ينطبق علي أنا محب الشيطة ده من طمتة زي ما انتي عارفة أكثر من اليوم مرة من الصيف اشتركوا في القناة